عسلامة مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا في البداية وقبل من ابنوا فضلا وليس امرا كان اول مرة تسمعونا ما تنسيوش دعمكم لينا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اجديد معنا نحكي واليوم على لاعبة تونسية انس جيبر المصنفة 23 عالميا وصاحبة الابداع والصعود المنتظم على سلم المجد والظهور الدائم بالمحافل والبطولات العالمية رافع عالم تونس عاليا مؤخرا تأهلت الى الربع النهائي في بطولة وينبلدون للتنس للمرة الاولى لتصبح اول عربية تصل الدور الربع النهائي وامام تكافف الجهود من برشة وينسا لمجابهة فيروس كورونا ومساعات مستشفياتنا بمعدة تبية للحد من ارتفاع رهيب في عدد الوفاية قامت انس جيبر بمبادرة ادهشت بها الجميع وين قررت انها تعاون شعبها وتمديد المساعدة من جهتها وبطريقتها الخاصة وين اعلنت اليوم عرض مضربها الخاص الذي شاركت به مؤخرا في بطولة وينبلدون العالمية للبيع في المزايد العلني لخبار هذا جاء في فيديو نشرته انس جيبر على صفحتها الرسمية على مواقع التواسل الاجتماعي وين قالت اللي هي مش تعرض مضربها للبيع في المزايد العلني لاقتناء ادوية ومعدة تبية لتونس لمواجهة الظرف الصعيب هذا بسبب جاءة كورونا الفيديو هذا عمل لذجة كبيرة على مواقع التواسل الاجتماعي وهذا الرأي العام في تونس والمبادرة الخاصة بها ابهرت النسي الكل وتوجهه بالشكر الانجيبر وين اطلقوا حملة تونس غدوة خير ترجمة نانسي قنقر